تشارك المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية في اجتماع الجمعية العامة للدول الأعضاء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجونيف وألقى الدكتور عبدالعزيز السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة كلمة استعرض فيها تطورات الملكية الفكرية في المملكة نشيد من المحادثات الجارية الخاصة باعتماد معاهدة قانون التصاميم ونؤكد على اهتمام بلادي المملكة العربية السعودية باستضافة المؤتمر الدبلوماسي لاعتمادها كما نؤكد على اهتمام المملكة باستضافة مكتب خارجي الوايبو دعما للتطور الذي تشهده بيئة الملكية الفكرية في بلادي والمنطقة أكدت المملكة استعدادها وحرصها على استضافة المؤتمر الدبلوماسي الخاص بمعاهدة قوانين التصاميم التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وأن تصبح الهيئة السعودية للملكية الفكرية مكتب بحث دولي معتمد من قبل المنظمة نتطلع اليوم لليوم الذي تصبح في الهيئة السعودية الملكية الفكرية مكتب بحث وفحص دولي معتمد في إطار معاهدة تعاون بشأن براعات الاختراع وتزعى المملكة على تطوير الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وإعداد سياسة وطنية تتوافق مع القوانين الدولية للملكية الفكرية كما أنها احتفلت مؤخرا بمنح عشرة ألف براءة اختراع تأكيدا على جهودها من أجل تعزيز مفهوم الملكية الفكرية انتلاقا من مكانتها الدولية تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى في مؤتمر الجمعية العامة للملكية الفكرية طه يوسف حسن قناة الإخبارية المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية جونيف